خليني أروح للنجم الكبير كابتن أحمد كشري أعرف برضو رأيه في كل هذه الأمور كشري ازاك حبيبي حبيبة كبتن إسلام تحياتي ليك والبقاء لله بقاءه الدم لله حبيبي ربنا يرحمه وجعل مسوى الجنة حبيبي بنا خليك ربنا خليك يا كشري كشري مباراة النادي الأهلي ومباراة الوداد أولا يعني أعرف رؤيتك التحليلية للمباراة الأولى بصة كبتن إسلام النادي الأهلي قد مباراة طرحها مباراة هيلة جدا وعمل خلق فرص كده قوي وكان أداء النادي الأهلي كان جاي جدا في المباراة وقدر أنه هو يعني يستحول على الخورة طول أطول وقت ممكن وأنا شايف أن المباراة الناهائية ممكن أنت كنت تتكلم من شوية أنا أمكن الكلام ده كانت في مداخلة أحد المداخلة لها في بعض القناوات وقدروا من النهائي مش المباراة الأولى بس وارد أن أنت ما تعملش نتيجة يعني تعجبنا أو تقنعنا وتروح هناك تخلص زي ما حصل قبل كده أعتقد في 82 لما الأهلي كسب كوتوكو تعادل هنا ورح تعادل إيجابيا هناك وماشي الصفاكس وتقريبا أنت كنت تلعب المباراة تعادل هنا وكسبنا هناك ده إحساج أن المباراة إن شاء الله بإذن الله هكون من نصبنا هناك لأن الأهلي يملك فرصين الأهلي عنده فرصة أنه هو يتعادل أو يفوز لكن فريق الجداد عنده فرصة واحدة بس أنه هو لازم يفوز فبالتالي الفرص أنا شاف الفرص مكتوية النادي الأهلي عنده من الخبرات ومن اللعيبة اللي بتهدف اللي تقدر تسجل النادي الأهلي في أي فوق عندك لعيبة متميزين جدا في الخط الأمامي عندك برساو كهربا عندك حسين الشحات عندك عبدالقادر شريف كن لهم لعبة هدفين بجانب الكور السابتة اللي يتميز بها عمد فتحي ومحمد عبد منعي مباسر أبراهي فبالتالي أنا مش شايف يعني نتيجة كنا نمنل نفس أنه يكون أفضل من كده لكن خلي بالك ده نهائي خمسين خمسين في المباراتين رابو عليه هتروح هناك هتروح هناك هو هيبقى برضو مضغوطه مستعجل والنادي الأهلي عنده خبرات وإحنا لعبنا فريق الرضاوة هنا وعرفنا إن إحنا هناك نعمل نتيجة كويسة وكنا راكبين الجيم برضو يعني فأنا متوقع بإذن الله إن شاء الله إن شاء الله هنسجل عنده مينات وبإذن الله هنرجع بالكاس لإن عندك لعيبة نوعية محترمة نوعية لعيبة خبراتك كويسة ومعك مدرب محترم ثبت الفئة وبقى ليه شكل فريق ليه شكل ممكن يكون فيه بعض الحاجات كنا بنمني ولكن دي قرب القضاء يعني الراجل كان الجيم ماشي معاه كويس جدا وما كانش فيه خطورة ولكن أنت بتلاعب فريق برضو يعني فريق متمرس والسنة اللي كان لعب معك النهائي فكان لازم يجازل في وقت من الأوقات لكن أنا شايف النبي الآلي إن شاء الله فرصه بإذن الله كبيرة اللعيبة بس المطلوب إن اللعيبة إن هي تهدى لعبة قدام جمهير كتيرة ما تنجربش وراء الأحداث اللي بتحصل في المباراة الأمور المدرب يقسم المباراة وأنا شايف إن مصر فريق حافظ لعبته إن شاء الله هيعمل تهدى وهنقف بالمباراة إن شاء الله بإذن الله كذبانين وهنرجع بالكاس ولعله خير ربنا مأجلينا فرحة كبيرة عشان فرحة يعني فرحة أكبر أنت كان ممكن تخلص الجيم في الطاهرة هنا وتروح هناك يعني الدنيا مرتاحة ما كيفش هتبقى فرحة كبيرة لكن أحيانا ربنا بيأجل فرحة عشان تبقى فرحة كبيرة لكل مصر والأهلوي كشاري أهم نقاط القوة والضعف اللي موجودة في فريق الوداد يعني أنا موجة نظر إن فريق الوداد عنده نقاط ضعف واضحة ونقاط قوة واضحة جدا جدا بصة كابتل إسلام فريق الوداد من الكرة اللي هي تتميز بالكورة العرضية هي دي أميز حاجة عندهم عندهم بيلعبوا على المهاجب بتوعهم بتاعهم يعني بيسندوا عليه كتير ودي لازم وده اللي حصل في المطش الأولاني بيأجلوا عرضيات كتيرة لازم مثل الكورة مثل الكورة لازم يقفل اللجناب لي هم يخلهمش يفعهم من مسافات قريبة لو أنت قفلت اللجناب بتاعة الجنبين بتوعنادي الأهل على فريق الوداد هيبقى صعب اختراقهم لأنهم بيختراقوش من العمق بما كل جوارهم عرضية جوار سابتة وكوار عرضية ودي أكيد الراجل حافز ومعه فريق حليب وحيشوفه اللعب هتشوف الكلام ده في الفيديو فلو نادي الأهل يلاعب بالطريقة بتاعته اللي هي أربعة ثلاثة ثلاثة مع قفلت جنبين مع محمد هاني مثلا أنه معه بيميل عليه حمد فتحي وانه حد تانية مرهون عطية أو أليو ديانك ومرهون عطية هيبقى الأمور إن شاء الله هتبقى كويس أنا شايف أنه كمان فريق الوداد فريق محترم فريق كويس لكن فنيا مش أعلى من نادي الأهل النادي الأهل عنده حلول أكتر من فريق الوداد عنده حلول فردية عنده حلول في المهاجمين أكتر من اللعب يسجد هم خطورتهم من الكرة تبقى في الثمانتاشر فلازم المدفعين يتمركزه كويس جدا يبقى فيه تمركز كويس من علي معلول لأن الماتش اللي فات بعض الحاجات علي كان بيعتمد على أن الكرة هيطلع عبدالبنع مردد وطعيم في كرة كانت الخطرة اللي شالها شبير فبالتالي التمركز الجيد من الدفاع والكسفة العدادية عمق الثمانتاشر هيسهل مأمورية النادي الأهلي على فريق الوداد بجانب أنت عندك السرعات في الجانب الوجومي عندك برستاة وعندك حسين الشحاة عندك كهرباء تقدر تختاركم وتقدر توصل هما نقطة ضعفهم الرئيسية خط الظهر وحارس المرمى عشان كده كانوا مقربين عشان كده كانوا مقربين جدا في المباراة الأولى كانوا يعني خط الدفاع كان قريب جدا من حارس المرمى وأيضا كان الوسط كان قريب من خط الدفاع حتى المهاجم بتاعهم ما شفناهوش غير مع نص الشوت التاني مثلا يعني كرة اللي هي في كرة الحاجات اللي انت بتقول عليها دي اللي هو لطريقة الكابتن يعني مش قصدي لكن كابتن طريق العشري كان في حرص الحدود كرة طولية على فيرويد واسم ده هتفتكر كان أحمد عبدالغاني بيلعب راس حربة كان بتتلعب له كرة طويلة ينزلها يا إما لعب سلام نجاح أو لأحمد عيد واحد من الاثنين هما اللي كانوا بيجيبوا لجوان ودي الكرة اللي شالها مصطفى شوبير بالضبط انت يعني كابتن إسلاف ضوعة عمدت من الخبرات الكبيرة وقرية الكبيرة هم فعلا بيلعبوا على الفيرويد الكورة طولية عليها عشان يلعبوا عسى كان تبول الكورة التانية نعم اللي هو يسند عليهم دي كورة طولية اللي بتيكي من نص ملعبهم أو من بداية نص الملعب لكن لما بيوصلوا للعرض بيكملوا عندهم تكملة من الكامبين وتكملة من الدفندر فبيبقى عندهم كسافة عددية كبيرة احنا شفنا المباراة الأولى يعني الهدف اللي جيه فينا بعض يعني أنقول إيه لازم كان الدفندرق كان حمدي فتحي يرد في المكان ده اللي دخل فيك كبول مع طبعا بداية الهجمة هنقول محمد عبد منهم عمل واحدة بس بالآخر هي كورة قطعت في نص ملعبه فرجعت لعالم علول كان يقدر التشتيتي بأفضل ولكن كورة القدم بيحصل فيها حاجات غير مضاقعة يعني ممكن تبقى أنت عامل جيم كبير ومش حالتك أو مش موافق صحيح العيبة في اليوم ده أنا واسك اللعيبة هتبقى مركزة جدا والنادي الآلي لما بيدافع بيدافع كوي وعندك كمان لعيبة تطلع عليهم مش موجودة بفريل وداد عمدك حسين الشحات أنا شايف حسين الشحات من أهم اللعيبة في النادي الآلي جوة بحثورة في ست الوجوم الأخير والكلام ده أنا كنت بقوله على حسين والناس جابت هاجمه كنت بقول أفضل وأهم لاعب مؤثر في النادي الآلي وحسين الشحات النهاردة حسين الشحات يعني الناس خادت بالها بقى أن حسين الشحات وجوده في الملعب مؤثر جدا لعيب عنده خبرات من النوعية اللعيبة اللي هي زوالي صلاحة دي اللي بيعرف يقف في الثمانتاشر وكدها لعب كرة ودي مش موجودة في لعيبة كتير في النظر مع بيرس ناو اللي فايق جدا مع كهرباء أو شريك اللي هم عندهم سرعات ودايما متواجدين ويشاركوا في كل كرة فأنا شايف من نادي الآلي إن شاء الله بإذن الله الناس يتفاعل خير أنا متفاعل خير نادي الآلي بإذن الله هنكسى بناك إن شاء الله وهنخرج بنتيجة إيجابية وعنكس بالكاس بس الناس تهدى جمهور زي جمهور الآلي ما عودنا في دار اللعيبة تفاعل نهدع اللعيبة وإن شاء الله بإذن الله إن شاء الله يا إسلام هنرجع فرحانين وهارجع بالكاس وهيبقى نصر الدين لإن الآلي يصطحك لإن ده النهائي الفير اللي هو أنت لعبة المبارسين على ملعبك معكس المسلم يفات اللي حصل فيه فإن شاء الله النادي الآلي قادر ولعبته قادرة بس نتمنى الهدوء والإعلام والجبعير ما تضغطش اللعيبة وما تخافش اللعيبة إحنا جمهور أكبر جمهور في الوطن العرب وأكبر نادي في العالم عايزين عندنا ثقة في لعبتنا وإن شاء الله اللعيبة كلنا ثقة وكلنا دعم ليهم وبإذن الله هنرجع بالكاسة إسلام إن شاء الله إنك عندك مفاتيح كثيرة في النادي الآلي ووقت الجد بيظهر معدى اللعيب النادي الآلي وأذكرك بمبارات كثيرة قلت لك مبارات أفريقيا ومبارات الهلال السعودي اللي كان كل الدنيا بيقول لي أنا السعودي أكسابك سبنا 4-0 فأنت عندك فريق قادر على إنه يجيب لك بطولات وإن شاء الله الجيل ده هيفرح مصر كلها أنا بشكرك جدا كابتن أحمد على وجودك معنا النجم الكبير كابتن أحمد كشر